السلام عليكم عاملين ايه انا شايماء و اهلا بيكم في فيديو جديد اول مرة تشوفوني مقتلسوش تعملو سبسكرايب او اشتراك و لايك و شل الفيديو مع صاحبكو بقى يعني الحاجات دي انتو متعرفوش هي بتشجع الواحد قديه اصلا عشان يقدر يكمل فعلا و يعني لو اللي ادعموكم محدش يقدر يكمل اصلا في اي محتوى بيقدمو يعني النهاردة بقى هنعمل فيديو وهو الطلب مني يعني على طريق الطق القطة القطة الكتكوتة اللي انتو شايفينها قدامكو دي هو انا كنت واردتكو و عربتلكو حاجات عملتها في فيديو قبل كده حاجات يعني اشتغلتها من خامات جديدة و عربتلكو معاهم اردار كده كان فيه طقين للقطة زي ما انتو شايفين في الفيديو كده قدامكو هنا فالطريقة دي اطلبت مني بس انا قلت بقى ايه بالمرة اواريكو اواريكو القطة بقى لايف كده وهي لابسها القطة دي بتاعت ملك بنت خالته فانا قلت لها بقى معلش اللي يزم تصوري هولي عشان ايه اشوفه كده عليها مما ما عرفناش نصورها بصراحة غير وهي نايمة يعني غفلناها كده و نامت علشان ايه نعرف ناخد اللقطة كده في هدوء لان كنا ايه لما بيتحط على رقبطة وهي صحي بتقلعه بصراحة هي قطة يعني مشاغبة شوية تقريبا يعني بس ايه وهي نايمة و كده كده عارفنا ناخد اللقطة الامورة دي عشان ايه تشوفوه معايا كده عليها كده وهي عصولة و كده كده طيب بصوا هو سهل جدا اصلا يعني هو مش هياخد مننا ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة خلص هنعرف الخامات اللي هنستخدمها فيه و انا هستخدم معاه خيط الستان انا كنت عاملة اتنين واحدة بخيط ستان ملونة اهو زي ده و جنت واحدة بخيط ستان سيدة اللي هو ده تمام فهنستخدم انا هستخدم معاكو في الفيديو هنا خيط الستان الملونة طبعا اي لون بقى عندكو عادي يعني كل واحد ايه حسب زوء او حسب الطلب يعني هي ملك طلبة اللونين دول فانتو مثلا حسب ما اللي هيتطلبوا من نوكو هيحتاج الوان ايه فانتو بتعمله حسب الالوان اللي انت عاوزانه طيب فليه خيط الستان بصوا خيط الستان حلوة ليه لان هو طري طري و ناعم يعني ايه مش هيبقى ناشف على رقبة القطة او متعب او كده عكس خيط القطان او خيط السلسلة بصوا تحسوا ان خيط القطان يعني فيه حتى خيط بتبقى ناشفة جمدة اه مش ناعم قوي بصراحة زي خيط الستان شايفين الستان باين قوي ان هو ناعم يعني اللي ان بيشتغل منكو بيه عارف ان هو بيبقى ناعم وطري كده وحلو فهيبقى مريح على رقبتها عن خيط القطونة انا حبيت او ريكو ده وده عشان بس ايه تبقوا عارفين لما تيجوا تشتغلوا طيب احنا هنستخدم خيوط الستان وهستخدم دلاية اهي دلاية عادية خلص اي شكل وايه وحلقة اهي عشان ايه نركبها فيها او اللي هي اسمها زرط دي وهنبدأ بقى عادي خلص طيب بصوا بقى اه مقاسات الخيوط عندنا انا هستخدم ايه مقاسين من خيط الستان الملون ده فيه واحد طوله متر اللي انا هشتغل عليه واحد تاني طوله اه اتنين متر دا اللي انا هشتغل بيه طبعا احنا دي اه لو احنا هنشتغلها حزوزة فانا مسلا المتر دوت في الحزوزات بخليه خمسين او ستين متر اقصى حاجة يعني اه لو هنعملها على قدين ام مش له القطة ودوت بدر ما هو مترين كده بخليه اه متر وتلاتين سنتيم يبقى حزوزة حلو قوي تمشي مع كل المقاسات انا مرضو بقول لكم ده وده عشان لو حابين الطريقة دي تعملوها حزوزة تبقوا عارفين باو طيب اول حاجة بقى هنعملها ايه اول حاجة بس هناخد اه هناخد من اللي هو ده اللي هو طوله متر دوت هنقيس كده منه هنسيب تلاتين سنتيم هتا بس كده تلاتين سنتيم عشان ايه اه زي ما قلت لكم في الفيديو انها قالت لي ايه عايزة الايد تبقى طويلة عشان تربطها لها اه فيهم فالتلاتين هيبقى حلو يعني مع كل المقاسات عشان ما تخلقوش على رقابته طيب خلاص كده انا ايه عملت التلاتين ده هسبتو بس هنا اه هي اللي انا بسبت عليها دي هي اسمها اه المسكة الورق او المسكة بتاعت الورق بتمسك الاوراق بس لو مش عندكم هتجيوه سلوطيب بعادي اهو تقطعوا منه حتة عادي خالص وتروحوا ايه مسبتين الخيط كده فهيسكت اهو وتشتغلوا عايزة تمام سواء ده او دوت يعني اشتغلوا اللي موجودة عندكم اشتغلوا بنتعرفين ان احنا هي مش بنحب نعقد الدنيا طيب خلاص احنا كده حطيت او سبتو هجيب بقى الخيط انا سبتت الخيط اللي هو متر عشان تواخدين بقى لكم معايا هجيب بقى الخيط اللي هو مقاسو مترين ده هعمل ايه هدخله من تحت الخيط هنا اهو طيب هنبتدي نعمل ايه دلوقتي احنا كده دخلنا تحت الخيط هنعمل طريقة مكرامية عادية خالص هجيب الطرف اللي على الشمال فوق الخيط اهو وهروح بقى جايبة الطرف اللي على اليمين فوقية عادي خالص هيلو بعد ما جبت الطرف اللي على اليمين فوقية هعمل ايه هجيب بقى نفس الطرف اللي على اليمين ده هدخله من تحت الخيط ده وجوه الدايرة شايفين كده من تحت الخيط وجوه ايدي. طريقة مكرمية عادية جدا. طيب احنا محتاجين نساوي الطرافين. زي ما علمتكم قبل كده في الطريقة دي. بنساوي بنمسك كده الخيطين نساويهم كده. وبحط صباعي او صباعين زي ما انتوا عايزين في النص كده. وبروح شدة الخيوط. بصوا يعني ايه بنتحاول نشد كده من كل الاتجاهات. علشان ايه بص انا بشد برضو من هنا عشان حاسة ان ايه لما انا هشد هيبقى في واحد اطول من التاني. احنا ايه? اهو بحط كده واروح ايه شدة كده 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 فيبقوا بيتساوي بيبقوا قد بعض. تعالوا كده نشوفه. لو لانهم ما تساويوش عادي. ممكن نفك بص انا بعمل ايه? عشان بص تشوفوا تساوي ولا لا. ممكن نفك تاني عادي خلص ونطول الحتة اللي مش معمولة. شايفين? بصوا. يعني هم. على المستارة هم. تساويو عملنا اه من الناحية دي. ناحية الشمال. طيب المرة دي هاجي من ناحية اليمين اهو. هحطه فوق الخيط بالشكل ده. بعدين هجيب الطرف اللي على الشمال هحطه فوقي اهو. وهروح عاملة ايه? هروح جايباء من تحت الخيط ده وجوه الدايرة برضو من تحت. تمام? وهروح ايه شكل ده? طيب انا دلوقتي بشتغل وتلغبطت انا نسيت اصلا انا اشتغلت من اليمين ولا الشمال امت عملت كوبات قهوة كوبات شاي ونسيت انا كنت واقف فين او كنت واقفة فين اعرف منين نعرف زي الفل. بصوا بقى هنعرف ازاي احنا كنا واقفين فيه. بصوا احنا هنا عندنا طرف على اليمين وطرف على الشمال. طيب الطرف اللي على الشمال ده شايفينه ماشي حتة واحدة. ماشي خط مستقيم كده. شايفين? حتة واحدة. طيب في حين اللي على اليمين بصوا عامل ازاي? طالع لفوق سنة. حتى بصوا باين بصوا الفرق كده. لو انا جبتهم اقولوكو على اصباعي كده. شايفين الفرق? بصوا في واحدة اهو ماشي خط مستقيم واحد طالع لفوق. احنا بقى هنشتغل منين هنعرف ازاي? هنشتغل من عند اللي هو ماشي خط واحدة. ايه واقف تشتغله من اللي هو طالع لفوق ده? ليه? طب ما انا عايزة اعرفش معنى يعني. عشان لو عملت من اللي طالع لفوق ده بصوا هتبقى من لو لو. انا كده بشتغل غلط. شايفين? انا كده بعمله لكو بصوا ماشي باي. بس انا هوريكو ايه اللي هيحصل. بصوا اللي هيحصل. لأ في حاجة مش مزبوطة حصلت. شايفين? لأ بصوا. في حتة لفت كده. لفت. حتى لو جيت عملتي تاني بيه بنفس الاتجاه غلط برضو هتبان اكتر. بصوا. ايه ده? ايه اللي حصل ده? ده بازت خالص. شايفين بازت يا اصلا ايه ده? بازت. ماينفعش خالص ايه نعملها من الناحية دي. فعلشان كده انا قلت لكم. احنا بنشتغل من الناحية اللي هي فيها خط مستقيم. اللي هي ماشية خط واحد كده على طول. مش اللي طلعة لفوق دي. طيب كمان في حاجة عايزة اقولها لكم. اه لما نيجي هنربط يعني كل رابطة نربطها ما نشدش جامد قوي كده. لان دي هتتحطى على رابط قطة دي مش حزوزة ممكن نستحملها لو نشفة. حتى ايه لو نشفة قوي احنا كبان قدمين مش هنستحملها. فما بالكم حد مش حيوان مش هارف ينطق. فلا. فاحنا واحنا شغالين نخفف ايدينا. لا نشد قوي ولا نرخي جامد قوي. يعني نربط ضروعة. مش هنشد قوي عشان ما تمسكش على رقابتها وتبقى جامدة. ومش هنرخي قوي لان برضو لو رخينا قوي هيبقى الشغل بايز وفيه فراغات. تمام? يبقى خلوا بالكم النقط دي وانتو شغالين. علشان آآ تعملوها مظبوطة كده وتبقى حاجة نديفة كده ومحترفة يعني. طب هنبدأ بقى نكمل عيده خالص. هجيب اهو. طبعا عارفنا احنا هنفتغل من من الطرف اللي عنده خط مستقيم. يبقى هو اللي هجيبه هحطه. فوق الخيط اهو. والطرف اللي على دي مين هجيبه? فوق. فوق اهو. وهروح عاملة ايه? شطرين. من تحت ده وجوه الدايرة برضو من تحت. زي الفل. زي ما اتفقنا ما نشدش جامد قوي عشان يعني دي قطة مسكينة احنا مش هنعزبها يعني. اهو. فوق اهو. وبعدين شفت ما عملت ايه من عند الخط المستقيم جبته فوق الخيط والتاني فوق اهو. وهروح جايبين من تحت الخيط ده وجوه الدايرة برضو من تحت. يا سلام. يا زي الفل. ولا فيها اي حاجة شفتو مش صعبة صح? سهلة جدا يعني حاجة يعني امر هي خالص بصو. اهو. طيب من الناحية دي برضو اهو فوق الخيط اهو. ودية فوق الخيط التاني. طبعا احنا حفظنا بنعمل من انهي ناحية. هجيب بقى تحت ده وجوه الدايرة. وهروح شده. لو لتلكوا الجزء بتاع الخط المستقيم والبتاع ده في فيديو قبل كده. لا فاكرة يعني. بس ايه عشان برضو لو حد اول مرة يشوفني يبقى عارف وما يتوهش بقى معينا كده والدنيا تبقى سهلة كده ولطيفة وكيوت خالص. اهو بصو. شايفين انتم حتى لو ملاحظين انا مش بشيبدي ايدي اوي. مش بقتم جامد عليه حتى بصو لو حسن فيه حياتها اتعملت بروح عاملة بايدي كده عشان بس ايه تريح تبقى طرية. اهو. هنيجي هنا من ناحية الشمال اهو. التاني اهو فوقي ومن تحت وجوه ايدي. احنا نفضل بالطرية دي حد ما تخلص يعني احنا مش بنعمل اي اضافات تانية. بس هي اصلا ما فيش اسهل منها تسهلة جدا. اهو. زي ما انتم حاط شايفين اهو. يعني توتلكولتو ايدا ديت. ثلاث سهل خالص. انها ربيض حاجة ولا في الاحلامين. بس اهو. شايفين بنعمل ايه? زي الفن. بصوا بقى كده. احنا ايه خلاص يعني اعتبر بنخلصها الحاد ما يبقى خلاص يعني مش عارفين بقى نربط تاني. بس ده كده الصغر قوي. اهو مش نعرف بقى نربط بيه تاني خلاص. فهنيعمل ايه بقى? هنيجي بقى زي ما احنا متعودين. نقص بقى الاطراف اللي زادت مننا. ونروح ايه? نلسع بالولاعة. زي ما اللي ما علمتوكو. اما تكون الولاعة لسه سخنة بنضغط على الخيط كده علشان يعني تنسك واللسع ما تبقاش باينة. هي بس احتاجة تلسعها لسع كمان. اهو. شايفين كده الشكل? اهو. ما تبقاش باينة يعني تبقى لسع ايه نزلة تحت. بصوا كده في الجنب ايه. هنيجي برضو هنا نفس الطريقة اهو. مش بعرف الخيط بينط فين سراح. ايه هو بينط كده يعني يختفي. اهو. هو ياخذ النطة بالجتاعة وما نشوفوش تاني. اهو. بص كده زي الفلين. نقفل كده كويس عشان بس ايه تبقى جميع. بصوا بقى هي طرية ازاي. انا قلتلكم لما نخفف ايدينا هتبقى طرية اوي وحلوة اهو. هننجي بقى نساوي كده اهو. هنجي بقى نعمل رابطة عادية كده من عند كل طرف هنا اهو. ايدي عن نفس يعني اه احتياطي برضو عشان لو انتو لسه بدقين شغل اه ما تقصوش الحتة دي كلها كده مرة واحدة. علشان لو انتو لسه مسلا مش هتعودين على التقفيل كويس او كده. اه ممكن لما تلسعه او كده بعد كده الربطة دي تفك. فايه خلو فيها حتة بس عشان ايه تبقى عاملة كده. يعني تبقى ضمنين ان هي مش هتفك اوي بعد كده. وممكن يكون مش يعني مش احترافي اوي في الشغل. ولكن لو لسه في البداية اعمله كده. لكن لو خلاص اتعودت عادة تقدروا تقصوها لحد الجزء ده. وبرضو تسيبوا حتة. يعني بصوا. سيبوا بس حتة صغيرة علشان تقدروا ايه تلزقوها مع الربطة. كده بصوا زي ما هعمل لك اهو. شايفين? اهي. يعني انا بحب برضو سيبها كده عشان لو حصلت اي مشاكل. لا اعرف اشد كده. فانهي. ما تبقاش بايزة اوي. هنقص بقى دي عشان بس كنت باوريكو. هنلسع حتة كمان في دي. تصغر شوية. بس اهي. بصوا كده. هنيجي بعد الوقتي آآ نحط بقى الحلقة بتاعتنا هساوي بس الطرف ده هنا كده. هعملهم كده قد بعض هنا اهو. وهاجي بقى ايه? امسك حتة كده من الخيط هوسعها كده بس. اهي. هنطلوش هنرجعها دي. اهي وسعها كده وورا هيبقى الحلقة. دخلها فيها اهو. هاروح ايه? جايبة كمان ادلاية. ها? هنروح قفلين. قفلوها بقى كويس عشان ما تشوكاش ويه لابسيها. بس ما تبقاش رخمة فتتشوك. ولا حاجة حرام يعني ازبطوها بس كده. اهي. هنحاولوا تدخلوها جوه هنا عشان برضو ايه. يعني تزبالة جوه البتاع كده. يعني بصوا كده شايفين اللي حصل. اهي هي تعتبر ايه? الحتة بتاعة الافلغة دخلتها جوه الخيط. بصو? دخلت جوه الحتة ايه. بصو كده الشرخ. ايه فين شكلها امورها خالص ازاي? بصو? عصولة خالص والدرجات الالوان في الخيط اصلا كمان. بديها شكل حلو قوي والدلاية كده رقيقة. هي مالك قليت اللي خليلي يعني لعبة واحدة او دلاية واحدة كده في النص. فعلا ان هي رقيقة جدا يعني هي عشان حاجة واحدة بس في النص مديها شكل جميل خالص اي. ايه دي الشكل النهائي اهو. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملو سبسكرايب او اشتراك ولايك وشيل الفيديو مع صحبكم.